وعودنا كله عندنا بداية حلوقنا وانا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما خلصنا لك اسبوع مدرسك عندنا مش في اي حتة تانية عملنا لك المرباط المخللات وعملك الجبنة الكريمي والشوكوراة الكريمي والحلوة الكريمي عملنا لك لانتهم بانواعه وعملنا لك الكراسان والباتيه والدنش من عجينة واحدة سريعة وبنوعدك ان شاء الله يزا حيانا ربنا يوم القميس الجاية والجمعة الجاية انا نعملك كل انواع العيوش وكل انواع السندوتشات يوم الجمعة ان شاء الله في الاسناء دي داروا توصلوا معنا من خلال صفحة قناة الحياة على الفيسبوك او من خلال اي رقم تلفون ارضي على ثمانية وتلاتين خمسة خمسة زير وزير واحد سبعة من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العاملة مع اضافة مفتاح مصر بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيل بسبوسة اللي مغلبها الناس في البيوت تعالي نعملها عشان من ضمن الحلوات الايه الشتواء الجميلة اللي بنستمتق بيها بكل سهولة عملنا بسموسة سادة وعملنا بالبندق وعملنا باللوز بعد ما رصينا اللوز زي ما انت كده شايف قدامك في الاخر في الصج بتاع هرصص اللوز على طريقة عباد الشمس ارص عباد الشمس بكل سهولة قلنا اللوز ازا هي تقشر من عليه القشرة والبندق ازا تقشر من عليه القشرة البندق بيجيب البندق ترشيد ايه وتحطي في الصج والدقلى عشر ديار داري حلماتين بعد ما يخرج هو سخنة تحطيه في غربال سلك وبأيديك هيطلع القشرة أما النوز وتحطيه في مياه سخنة بتغلل المتحشر دايو تحطيه في مياه بتلج وبأيديك كده تروح طلع منك القشرة تفتحيه على اثنين أو تسميه سليم زي ما انت عايز تعال افكرك بمقادير الباسبوسة بكل سهولة ثلاث كبيات كبار من ضيق الصميط اللي هو السايب أو من عند العطار أو بجوود في السوبر ماركت الكياس مع معلقتين من جوز الهند اختياري مع زرابي كيم بودر وتقليبهم مع بعض وتحطيه في كزرولة على النار ثلاث تربع كباية من السمنة تسياحيها ثلاث تربع كباية من اللبن ثلاث تربع كباية من السكر نصف كباية شربات تقيل اللي هو نصف كباية مياه لكباية سكر وبعد الغليان عصير للمونة ويبقى بارد هتدويه باللبن مع السمنة مع السكر مع الشربات تقيل كويس قوي وتعجنيهم مع العجينة وتحطيها في صناعة تكون مدهونة مادة دهنية وطحينة وتبصميها بأيديكي وتدخلها الفرن على درجة حرارة 220 لمدة خمس دقايق بعد خمس دقايق بتخفضيها إلى 200 في الأسناء دي تعال نعلق على الشربات يا أستاذ الشربات زي ما اتفقنا هنعمل لكل واحدة شربات لوحدها كبتين ونص من السكر كبتين ونص من السكر قدامك هو وحط له كبتين ونص من المياه يبقى كبتين ونص من السكر على كبتين ونص من المياه عشان اعمل الشربات بتاع البسبوسة بكل سهولة والبسبوسة اللي بالبندق على كبتين ونص من السكر برضو على كبتين ونص من المياه ودوب السكر والمياه واحدة واحدة ليه ما عملتش الشربات كله معناه انا بعملك عشان يبقى انت قريدي فاهمة كل خطواتي ما بعملش المحترفين اعمل الشربات كله على بعضه واعجن البسبوسة كلها على بعضها احنا بنعمل عندنا في الشغل بنعمل سجاد بسموسة بالعشرين تلاتين ساج فبنعجل عجنة كبيرة والشربات كله مع بعض ولكن انا بطرجتك عشان تطلع لك المنتج زي ما انت عايزة كبتين ونص من السكر وحط عليهم كبتين ونص من المياه اهم حاجة ادوب السكر والمياه دي برا النار يا استاذي وبعد كده اقول سلام عليك يا استاذة ايمان عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله صباح الفل يا هانم صباح الفل ننور الدنيا كلها ده نور حضرتك يا استاذة ربنا يخليك حضرتك تشرف اي مكان وتنور اي مكان. ربنا خليك يا فندا شرف لنا يا فندا شرف لنا. ربنا يخليك يا سيف. سحت امرك امورين يا فندا. انا طبعا عميزة اللمون والزاتون زي من حضرتك عملته. يا جماله. وبإذن الله بكرة عب ميلادي بقى Аعمل البس بوسة بإذن الله. البس بوسة بكل سهولة قدامك اهو. بإذن الله بكرة عب ميلادي عملها ان شاء الله. باني انا بعالي يا احلسلك احلاء تحية من برنامج شيف حسن بنقولك كل سنة وحضرتك طيبة يا فنة. وحضرتك طيب وحضرتك طيب يا سيس. تحت امرك يا فنة كل سنة وان طيبة. دوبت السكر اللمون قدامك المعصفر وكل المخليلات قدامك وبتركيات وحركات شيف حسن. وعندي بعمل الشربات بتاعي. اهم حاجة دوب المية قبل ما شغل النار. وبعد كده بشغل النار. وبحط له عصير لمونة. كل خطواتك كده كلها قدامك ها. وبعد كده هنضفه له. واحدة واحدة كده واحدة واحدة. قدامك التفاصيل ها. يبقى عندك زي ما انت شايف كده قدامك. السكر داب معه. المية. وارفع النار على الاخر. وبعد كده بعمل لك خطواتك التانية كلها. خطواتك التانية كلها سهلة جدا. اهم بحاجة الشربات ده يكون بيغلي. بعد ما يغلي هنعمل ايه عم حسن? هنحط له نص معلقة عصير لمون. يبقى كبايتين ونص من السكر وكبايتين ونص من المية بعد ما غليوا قدلهم نص معلقة عصير لمون. وفي نفس الوقت تكون البسبوسة طلعة. واخد اللون هادها بالغامق. بأكد اللون هادها بالغامق. مش الفاتح. عشان تستمتع بيها بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. يبقى دي ما قدرنا سهلة. تلات كبات من دقيق الصميت. معلقتين جزهند. زر بيكين بودر. تقليبيهم مع بعض. وفي اخر تحط تلات تربع كبات سمنة. مع تلات تربع كباية من اللبن. مع تلات تربع كباية من السكر. مع نص كباية من الشربات. وتبدأي مع بعض. تجمجيهم لحد ما يدفو دوب السكر كويس قوي. وضو فيه. هحط هنا اللمون جنبه. بتاع الشربات ده. واللمون بتاع الشربات ده. واللمون بتاع الشربات ده. وتعال هنبص كده يا استادي. على الحاجة اللي في الفرن. اتفقنا ان التكنيك والحركات والتكات كلها هنا اهو. تعال بص كده على التفاصيل. يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك يا تفاصيلك. تعال كده زي الله ما صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله. اسيبها كده في الصينية لحد ما تكمل سواها والشربات يغلي. وهنا عندي باللوز هنا في الفرن ده باللوز. تحت عندك فرن زي ده. عندك فرن زي ده. انا عملتلك في الاتنين وانت زي ما انت عايز.